يفتح بنال البندقية السبت أبوابه ويتمحور هذه السنة على الطريقة التي اضطرت فيها الهندسة المعمارية في غضون قرن من الزمن إلى اعتماد لغة عالمية معولمة على حساب مميزات وطنية وتحت عنوان فوندمانتلز أوضح المهندس المعماري الهولندي الشهير ريم كولهاس الذي اختير مفوضاً للدورة الرابعة عشر من بنال البندقية أنه أراد الغوص في تناقضات قرن من التطورات المعمارية التي طغ عليها توسع العولمة من المفيد الغوص في السنوات المائة الماضية بين العام 1914 و2014 وقررت أن أعتمد هذا العنوان استيعاب الحداثة ومن زاوية ما يشكل هذا العنوان استفزازاً حقيقياً كولهاس الذي أعد للمعرض منذ سنتين مع فريق مؤلف من 187 شخصاً ينوي التعمق بكيفية استيعاب الهندسة المعمارية لضاربات التاريخ بعد دورات عدة للبنالي مكرسة للتعبير المعاصر ويستمر المعرض حتى 23 من 22 نوفمبر أي 6 أشهر بدلاً من 3 وسيتضمن للمرة الأولى مجالات مثل الرقص والسينما والمسرح والموسيقى